نعم طبعا بالفعل كما تشاهد خلف هذه المسيرة هنا في مدينة إيسن والتي انطلقت من محطة القطارات الرئيسية وتجوب مدينة إيسن طبعا تنديدا بالعمليات العسكرية الإسرائيل المستمرة على غزة واستهداف المدنين وتطالب بضرورة اتخاذ موقف حاسم من المجتمع الدولي بوقف هذه العمليات والضغط على إسرائيل الشعارات التي يرددها المتظاهرون هنا الحرية لفلسطين الحرية لغزة يجب انقاذ أطفال غزة طبعا هي مسيرة ستجوب عدة أحياء في مدينة إيسن على الرغم من أن الطقس كما تشاهد هناك عاصفة مطارية وهناك انتفاض لدرجات الحرارة ولكن هناك أعداد للمتظاهرين هذه ليست المظاهرة الوحيدة هنا في مقاطعة شمال الراين هناك مظاهرة الآن تحدث كما هذه المسيرة هنا في مدينة إيسن أيضا سيكون هناك تظاهرة أخرى في مدينة كولن والتي لا تبعد عن هنا كثيرا وهناك أيضا تظاهرة أخرى في مدينة مونستر هذه التظاهرات الثلاثة التي تحدث في مقاطعة شمال الراين ليست فقط هي التي تحدث هنا في ألمانيا هناك العديد من التظاهرات التي تحدث أيضا في برلين وفي عدد من المدن الألمانية وهي طبعا دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بشكل أساسي بدأت هذه التظاهرة بالتنديد بالفيتو الأمريكي الذي كان أمس في مجلس الأمن والذي رفض مشروع لوقف أطلاق النار هكذا انطلقت المسيرة طبعا ولا تزال مستمرة هنا في شوارع مدينة إيسن نعم إذا تحدثنا عن موقف السلطات وموقف الحكومة والأحزاب أيضا من هذه المظاهرات التي أصبحت تقريبا بشكل أسبوعي في ألمانيا نعم هذه التظاهرات باتت بشكل أسبوعي بالفعل في عدد من المدن الألمانية وكما ذكرت على الرغم من أن الطقس بارد لكن هذه التظاهرات مستمرة والشعارات التي يرددها المتظاهرون في الدرجة الأولى الحرية لفلسطين الحرية لغزة ضرورة وقف العمليات العسكرية يعني يبدو أن السلطات بدأنا نسمع مؤخرا بعض التصريحات التي تحدث سواء من المستشار الألماني ووزيرة الخارجية بعض الأحزاب في الحكومة أو حتى في المعارضة التي تطالب بضرورة احترام يعني الأطفال والنساء وعدم استهداف النساء هذه التصريحات بدأت تتكرر كثيرا مؤخرا بدأت تتردد كثيرا حتى في وسائل الإعلام الألمانية التي تطالب إسرائيل بضرورة الحفاظ على المدنيين وعدم استهداف المدنيين وعدم وقوع مزيد من الضحايا ولكن لا تزال هذه الأصوات خجولة بالنظر إلى الشارع بالنظر إلى التظاهرات الشارع يعني لا يعكس الموقف الرسمي السياسي هنا في ألمانيا بالعكس هناك تضامن من قبل الشارع الألماني وهذا ما نشاهده من خلال المشاركة في هذه التظاهرات التي لا تقتصر فقط على الجمهور العربي هنا بل أو على شريحة الناس القادمين من الشرق الأوسط هناك مشاركة واسعة من قبل ألمان يرفعوا لافتات تندد بهذه الحرب وتندد باستهداف الأطفال والأبرياء في غزة وتطالب الحكومة الألمانية في أدرجة الأولية أن تتخذ موقف حاسم وتضغط على إسرائيل لوقف هذه العمليات الحكومة الألمانية مؤلفة من تحالف من عدد من الأحزاب إلى أي مدى هناك اتفاق على الموقف الحكومي الرسمي الألماني لأن هذه الأحزاب غير متفقة في رؤيتها السياسية عمتها نعم التحالف ما يعرف بإشارة المرور الذي يضم الاشتراكيين والخضر والليبرالي الحر ربما يختلف في كثير من القضايا إلا عندما يتعلق الموضوع بدعم إسرائيل وهذا يعود كما يتحدث هنا مراقبون إلى عقدة الهولوكوست أو ذنب الهولوكوست وهو بطبيعة الحال الجريمة التي ارتكبتها ألمانيا في عهد هتلر ضد اليهود